بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين خير ما نبدأ به آيات عطرة من القرآن الكريم صدق الله العظيم محدثكم عماد سعد رئيس شبكة بيت أبوظبي رئيس اللجنة المنظمة أتشرف أن أكون معكم اليوم في إدارة منتدى الأمن الغزائي في ضوء التصحر والتغير المناخي بالعالم العالمي الأخي الدكتور تركي فيصل الرشيد أكاديمي مختص في التنمية المستدامة له عدة مؤلفات علمية رفوسر زائر هندسة النظم البيولوجية جامعة أريزونا توسان بالولادة المتحدة الأمريكية رئيس شركة العشار الزراعية الذهبي سوف يقدم لنا ورقة علمية بعنوان التصحر وتغير المناخ وأثرهم على الأمن الغزائي في المملكة العربية السعودية لديك 15 دقيقة لعرض الورقة فلتتفضل مشكورا تحقيق التوازن بين المصالح السياسية والاستثمارات الزراعية من أجل التنمية المستدامة التحديات والحلول بداية يعني لو حبيت ألخص كل كلامي بسلوب بسيط من يعتقد أن الزراعة هي فلاحة وزراعة ومياه وتحديات نقول له هذا غلطان الزراعة هي سياسة لو أخذنا عينة من القمح حللناها 12% منها بروتين 88% منها هي سياسة الأخوة والأخوات الأعزاء الضيوف الكرام أهلا وسهلا بكم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة 20-24 أخونا محمد الله يجزاق بالخير تبرع أنه هو اللي يقوم بالتغيير علشان ما يصير فيه ربك التحديات التي تواجه العالم في مجال الزراعة والأمن الغذائي تتزايد يوما بعد يوم تعاني كثير من الدول العربية نقص في الامدادات الغذائية في الوقت نفسه يواجه العالم تحديات بيئية متزايدة تغيرات مناخية تؤثر على انتاجية الزراعة وجودة المحاصيل الابتكارات التكنولوجية في مجال الزراعة هي أحد أهم العوامل الرئيسية لتحقيق الاستدامة وزيادة الانتاج من خلال تطوير أساليب الزراعة العلاقة بين الأمن الغذائي والأمن المائي تحديا حاسما في عالمنا اليوم مع تزايد التهديدات المنطقة يعتبر المناخ وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتسليح الغذاء فإنه من الضروري أن نعالج هذه القضايا ونجد حلول مستدامة لها يتمثل التحدي الأساسي الذي نواجهه في توفير طعام جيد وآمن وبأسعار معقولة لأكثر من تسعة مليارات شخص قريبا ومع ذلك يجب أن نحقق هذه الأهداف باستخدام كميات أقل من الأراضي كميات أقل من المياه كميات أقل من النفايات كميات أقل من التأثير البيئي أحد الجوانب الرئيسية لضمان الأمن الغذائي هو ضمان المياه للحقول والقرى في عالم يتأثر بتغير المناخ الاضطرابات الأمنية الحروب يصبح المياه أو الحصول للمياه شيء تحدي كبير تنفيذ ممارسات إدارية أفضل يمكننا الحد من الجوع يمكننا أيضا الحد من المخاطر الصحية تقليل عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي ومع ذلك يجب التأكيد أن هذه الاستثمارات تتم وفق لمعايير مستدامة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأن نضمن الاستثمارات الزراعية لاستغلال تحقيق المكاسب السياسية على حساب التنية المستدامة التحديات التي نواجهها ويواجهها العالم الآن تتطلب تعاون دولي قوي وتبادل المعرفة والخبرات يجب علينا العمل كمجتمع دولي لتعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة تحقيق أهداف التنمية المستدامة تعتمد بصورة أساسية وملحة على الزراعة أصبح لزاما علينا أن نحث الدول والأساسات والأفراد على زيادة دعمهم للزراعة والزينيقنولوجيا والاستثمارات الزراعية المزيد من التعاون ما بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي وتوفير التويل للمشاريع الزراعية على وعلى ذلك يجب أن نسعى لتعزيز الوعي العام للأفراد والمجتمعات بأهمية الزراعة والتكنولوجيا الزراعية الاستثمارات الزراعية محور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي بناء التنمية المستدامة الاستثمارات الزراعية تعزز قدرة الدول على تلبية احتياجاتها الغذائية ورغم ذلك يجب أن نكون حذرين في التعامل مع الاستثمارات الزراعية يمكن أن تستغل لمكاسب سياسية على حساب الاستدامة البيئية والاجتماعية هذه الورقة سوف أركز على عدة نقاط أولها أهمية الرؤية الاستراتيجية تنمية القوى الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة قراءة الأحداث بدون عواطف التحديات النقطة الثانية التحديات التي توجه العالم العربي خاصة ونحن نمر في فترة انتقالية جيوسياسية العلاقة بين الاستثمارات الزراعية والمصالح السياسية حيث يعد تحقيق التوازن بينهما أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات المتزايدة أهم الشراكة هو اتخاذ القرارات المسؤولة من أجل التصدي للتحديات المالية أهمية الحوكمة الحوكمة الشفافة مكافحة الفساد صناعة القرارات الشاملة وتبني سياسات مسؤولة في معالجة القضايا العاجلة أهمية القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنويع البيولوجي ودور التكنولوجيا أهمية التعاون والتفاهم بين الأطراف المعينية في تحقيق التوازن بين الاستثمارات الزراعية والمكاسب السياسية مدى أهمية دعم الحكومات للقطاع الزراعي كقطاع استراتيجي ثم تطرق بسرعة على أثر التغيرات الجيوسياسية العالمية على الأمر الغذائي السيدات والسادة المشكلات التي نواجهها تتجاوز الحدود تتجاوز الأيدولوجيات التعاون بين الدول يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية أي لنا جميعا أن نعي أهمية أهمية التحولات الجيوسياسية وانقلاب العلاقة ما بين الحكومات والمجتمعات بعد أن نتاح الإعلام الاجتماعي قوة هائلة للمجتمع أصبحنا نؤثر ونتأثر يجب تسليط الضوء على نقاط الضعف والقوة للقوة الوطنية نواجه تحديات هائلة سوف أتعرض إلى الاستثمارات في عدة مناطق لعلي أبدأ في الولايات المتحدة علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الاستثمارات الزراعية الأجنبية عادة ما تواجه تحديات سياسية ودراسة حالة الاستثمار السعودي في ولاية أريزونا يعتبر مثال واضح على ذلك الاستثمارات الزراعية الخارجية دائما تواجه تحديات ومخاطر في جميع الدول وبدون استثناء أما الولايات المتحدة أو أثيوبيا أو السودان أو مصر أو مدغشقر كلهم يتعرض إلى تحديات وغالبا تكون تحديات سياسية لعلي أتكلم عن الاستثمار في السودان تبدو المشكلات المتعلقة بالاستثمارات السعودية أو الاستثمارات عامة في السودان متعددة ومتشاعبة لعل تصريح رئيس الوزراء السابق يقول نحن نصدر محاصيل لطعام الحالات الأجنبية بينما استراد القمح يتكلف تكاليف عالية وهناك كانت ضغوط أمريكية واضعة على السودان وغير السودان بعدم زراعة القمح والأشياء الأساسية مشروع توقف الراجحي وهو كان مشروع خيري خير مثال على ذلك أدى ذلك إلى احتياجات السكان المناطق كان يوفر لهم حياة كريمة ولكن التغيرات أثرت على المشروع وانتهى المشروع بفشل بل تركه تماما نتكلم هنا عن الاستثمار في أثيوبيا هناك تحديات كبيرة واجهة الاستثمار الزرائي السعودي في أثيوبيا صرح رئيس المستثمرين السعوديين بتعرضهم لجميع أنواع الابتزاز بعضهم دخل السجون لفقت لهم تهم مختلفة تماما لأسباب كانت ترحيل ترحيل العمالة الغير نظامية في السعودية لعلي أتكلم عن الاستثمار في مدغشقر الاستثمار في مدغشقر استثمارت كوريا واجهة تحديات سياسية واضطرابات هائلة قام زعيم مدغشقر المدعوم من الجيش بألغاء الصقا هذه الأمثلة تؤكد على أهمية التحقق من الظروف السياسية والاجتماعية والبيئية قبل الاستثمار في أفريقيا وغير أفريقيا نسأل ما هو الدروس المستفادة أو ما هي الدروس المستفادة يجب أن تكون هناك استعدادات وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة والتحديات التي يمكن أن تواجه المستثمرين في المشروعات الزراعية بالإضافة إلى تطوير البنية التحديثية نقل المياه كيف يمكن استخدام التقنيات الحديثة مثل نظام الرئي الذكي التقنيات المتقدمة لتحسير إدارة المياه بالنسبة للمجتمعات الريفية يمكن استثمار في تطوير هذه المجتمعات في النهاية يجب أن تكون عمليات صنع القرار فيها يتعلق بالاستثمار في الزراعة مدروسة ومستنيرة يجب أن توفر الدعم السياسي الدعم المالي للاستثمارات المستدامة أن يتم تشجيع الشراكات ما بين القطاع الخاص القطاع العام المجتمع المدني لتعزيز التنمية المستدامة الإخوة والأخوات هناك أسئلة كثيرة يطرحها البعض حول التنمية الزراعية لعل أهمها بالنسبة لي ما هو أهم تحدي يواجه القوى الوطنية ويؤثر على التنمية المستدامة أعتقد جازمة أن الإجابة هي غياب الإرادة السياسية كل شيء نقدر نتحكم فيه أو نقدر نعالجه إلا الإرادة السياسية غياب الإرادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي هذا لا نستطيع أن نعالجه هل يمكن استعراض الجهود التي تفذلها بعض الدول في تطوير رؤية استراتيجية نعم أعتقد المملكة العربية السعودية في الثمانينات حققت نتائج هائلة بالرغم من جميع التحديات السياسية أولا وأخيرا تليها روسيا في هذا العقد هذه بعض الأسئلة التي نطرحها ونجيب عليها المزيد من الأسئلة أنا متوفر للتواصل والرد عليها استمرار التطور التكنولوجي والابتكار في مجال الزراعة يمكن أن نتوقع المزيد من التقدم من المهم أن يتم دعم البحث والتطوير في هذه التقنيات خلاصة القول يطجب يتطلب التصدي لتحدي الأمن الغذائي والمياه في سياق تغير المناخ الاضطرابات السياسية تعاون الجماعي حلول مبتكرة من خلال إعطاء الأولوية للممارسات المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية والاعتراف بأهمية الأمن المائي يمكننا أن نوحد الطريق نحو مستقبل أفضل في الختام الاستثمارات الزراعية تؤدي دور حاسم في تحقيق المكاسب السياسية وبناء التنمية المستدامة ولكن يجب أن نكون حذرين ونتأكد من هذه الاستثمارات تتم وفق المعايير وممارسات مستدامة الزراعة ليست استثمار بيوم وليلة بل هي استثمار طويل الأمن يجب أن نعمل معا كمجتمع دولي لتعزيز الاستثمارات الزراعية وهذا يمثل حافز للعمل التحويلي في تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي وآثار الممتدة على الأمن الغذائي سيكون فرصة مثيرة لتبادل الأفكار والخبرات في مجال المعرفة في مجال الاستثمارات الزراعية سوف نعمل معا لتطوير استراتيجيات فعالة ومتوازنة لتعزيز الزراعة التكنولوجية لتعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة لتعزيز بناء عالم أكثر استدامة يجب أن نعمل معا كمجتمع دولي لتعزيز الاستثمارات الزراعية تحقيق الهداف المستدامة يجب أن نزيد دعمنا للزراعة التكنولوجية الاستثمارات الزراعية المستدامة يجب علينا زيادة الوعي العام للأفراد والمجتمعات بأهمية الزراع المستدامة الاستثمارات الزراعية هي محوى الرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي شكرا لكم على حضوركم وعلى مشاركاتكم وأي أسئلة أنا جاهز فيها من الضروري أن نعلم أن الأمن الغذائي هو الجانب الأمني للتنمية الزراعية من يهمل الأمن الغذائي يعرض استقلاليته للخطر يعرض وطنه ومجتمعاته إلى خطر هائل يمكن الاطلاع على موقع الرسمي للمزيد المعلومات يمكن التواصل معي عن طريق التواصل الاجتماعي كما يمكن الاطلاع على كتبي المتوفرة لغالبة متاجر كتب اللغتين العربية والإنجليزية شكرا على اهتمامكم وعلى تفاعلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لسعادة الأخ دكتور تركي فيصل الرشيد على هذا العرض المفيد وبدون شك كما يقال ختامه مع نهاية أعمال منتدى الأمن الغذائي في ضوء التصحر والتغير المناخي بالعرب العربي سوف نقدم بطاقات شكر متواضعة للإخوة الحضور المشاركين شكرا دكتور سعادة الدكتور تركي فيصل الرشيد على هذه المشاركة